البصائر المنتقد الشهاب الإصلاح كلها كانت تصدر هنا من هذا المكان مطبعة الشيخ عبد الحميد بن باديس بفضلها أصبح رائد النهضة الجزائرية يصدر صحفا حرة مستقلة الشيخ عبد الحميد بن باديس كان يخدم في جريدة كي لقى مضايقات دار هذا الجريدة وهذا المطبعة كانت أولاً تدير جريدة المنتقد من بعد حوالي كما يقولون المؤرخين على حساب المؤرخ المنتقد هذا كان الشيخ عبد الحميد بن باديس فيه توعية للشعب بالليل هذا الاستعمار إما وش دايقوه نحاول هذا الجريدة ولا دار جريدة الشهاب اللي كانت هي اللي سنتاع جمعية علماء المسلمين لتشتيد فكرة المطبعة قام عبد الحميد بن باديس وأبوه بالتموية عبر حيلة انطلت على المستعمر فأصبحت حقيقة على أرض الواقع أسبيسة 16 أبريل 1925 كانوا فيها أربعة اللي شاركوا فيها باش تتلعواها باش تعد الصحافة تزحهم حرة زعم الولن الشعب الحميد الحدي المطبعة حرة اجبتلوا الدراهن داح ونحاهم له هي حيرة باكا باش منها راحوا يقولوا هاو باده موش 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 معا الغبار والصدأ الذي خلفه زمن طال أمده حركته اليوم جمعيات ومتطوعون لإعادة بريقه حتى يكون متحفا يسعيد من خلاله الجزائريون شيئا من ذاكرتهم ثور إبلاغنا من طرف مدرية الثقافة القسنطينة تقدمنا بهذا العمل التطوعي اللي هو ترميم المطبعة الجزائرية الإسلامية الشيخ عبد الحميد بن باديس كمساهمة من المؤسسة لرمز النهضة الإسلامية والعلمية في الجزائر الشيخ عبد الحميد تتاليها عملية تجهيز وترميم الآلات الطباعة من طرف جمعية إرتلتورات المادي واللامادي كل ذلك سبقه عمل من طرف مديرية الثقافة خاصة بحصر وجرد كل الممتلكات المنقولة المتواجدة على هذه المطبعة وتكفلت جمعية المستقبل الجمعية المتواجدة بالحي بحفظ هذه المنقولات إلى غاية نهاية الترميم بعد أن استلم أمس متحف المجاهد أغراضا شخصية ووثائق خاصة بابن باديس ها هي مطبعته اليوم ترمم حتى تكون عم قريب إرثا آخرا خلفه العلامة شكرا شكرا